كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن الخطوط العريضة لبرنامج حكومته وتعهد أخنوش بالعمل على تحفيز الاقتصاد وتحقيق العدلة الاجتماعية لما وعد باتخاذ إجراءات عدة منها إحداث مليون فرصة عمل خلال الأعوام الخمسة المقبلة أمام البرلمان بمجلسيه كشف رئيس الحكومة المغربي عن المحاور الرئيسة للبرنامج الحكومي خطة عمل وصفها بالمتكاملة واعتبرها أساسا للتعاقد مع البرلمان والمواطنين البرنامج الحكومي جاء ستزميع الهموم الساكينة لا من ناحية الحماية الاجتماعية لا من ناحية الصحة لا من ناحية التعليم لا من ناحية تقريب الإدارة والرقيبها خطة كثيرة والتزامات عشر وعد عزيز أخنوش بتنفيذها في السنوات الخمس المقبلة فتحدث بإسهاب عن مفهوم الدولة الاجتماعية وتعاهد بالعمل على تحفيز الاقتصاد إجراءات هي إجراءات كثيرة جداً ولكن تمكنك الإخصار في ثلاث مستوات إجراء الأول هو إنعاش الاقتصاد الوطني والإجراء الثاني هو الرعاية الاجتماعية بكل تفاصيلها والشيء الثالث هو تحديد الاقتصاد الوطني وإلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتصدر قضايا الدفاع عن مصالح البلاد والتصدي للتحديات الخارجية أولويات الحكومة الجديدة قدمت الحكومة برنامجها أمام النواب والمستشارين ليفتح باب للنقاش بشأنه قبل المرور للتصويت والمصادقة طريق تبدو معبدة بالنظر للأغلبية المريحة التي يحظى بها الائتلاف الحكومي داخل المؤسسة التشريعية فاتحة أعالي سكاينيوز عربية الرباط معنا من الرباط الأكاديمي والبحث السياسي لحسن أقرتيت سيد لحسن مرحبا بك معنا إذن حكومة آخ النوش ألزمت نفسها في البرنامج بعشر التزامات كبرى خلال ولايتها أو مدتها برأيك كقراءة أولية لهذا البرنامج وهذه الالتزامات هل تتماشى مع انتظارات المغاربة وممد وقعيتها أو قابليتها للتنفيذ وتطبيقها على أرض الواقع شكرا في البداية على الاستضافة ينبغي القول أولا على أننا أمام حكومة سياسية وأمام حكومة كفاءات بامتياز هي حكومة سياسية لأنها إفراز لعملية سياسية وعملية ديمقراطية عرفتها البلاد خلال الشهور الأخيرة توجدت باستحقاق 18 شتنبر وهي سياسية في نفس الآن لأنها تشكلت من تفهمات قوية جدا بين الثلاث الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي وهي سياسية كذلك لأن التنصيق كان على المستوى الانتخابات الشريعية وكان كذلك على مستوى تكوين المجالس المحلية على مستوى مدن المملكة لذلك هذه الحكومة تتميز بتفاهم كبير بتفاهم سياسي بين مكوناتها هو في مستوى التحديات المطروحة للعودة إلى السؤالك تجيب الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحكومة هو بطبيعة الحال تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي للبلاد هو كذلك تحقيق إقلاع اقتصادي قوي والعودة بمستوى النمو إلى ما بعد الجائحة تعرفون تكتير جائحة كان قوية بالنسبة للمغرب ولكن في نهاية المطاف هذه الحكومة معنية بشكل مباشر بإعادة الإقلاع الاقتصادي وتجاوز مطبات الحكومة السابقة أي حكومة الإسلاميين أعتقد بأن الأهدف المطروحة على الطاولة هي أدف واقعية وكما قلتم وكما أشرت في تقريركم على أن هناك طريقة معبدة بالنسبة لهذه الحكومة على الاعتبار أن على المستوى التشكيلة أصلا هناك كفاءات مهمة جدا متعلقة على المستوى الخلفية الأكاديمية والعلمية كذلك هي متعلقة جدا على المستوى السيرة المهنية لمكوناتها لشخصيات التي أسندت لها هذه الحقائب وهي حكومة قوية نظرا لتمتيليتها لمطالب الشعب المغربي ولقاعدتها الشعبية ولقاعدتها الانتخابية يعني لو سمحكي كيف السبيل للتنفيذ وتنزيل هذه الالتزامات وهذا البرنامج بنظر للظروف العالمية التي مر بها العالم والتي تأثر بها المغرب والموازنة المغرب واقتصاد المغرب في ظل الجائحة عندما يتحدث عن مسألة الهشاشة ومسألة الفقر وإخراج مليون أسرى من الفقر على الأقل عندما يتحدث عن مليون وظيفة مستحدثة على الأقل عن رفع نسبة المرأة عن تعبئات المنظومة التربوية وغيرها هذا كله يجب أن يقابل موارد مالية من أين صحيح صحيح ولكن دعيني أقول على أن المغرب صحيح أنه تأثر بالجائحة ولكن ينبغي العودة للحديث على أن المغرب في جميع الحالات كان اقتصاده متمييزا بالمقارنة مع اقتصادات المنطقة ومع اقتصادات عالمية الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود خلال مرحلة الجائحة هناك قطاعات التي تمكنت من الحفاظ على العملية الإنتاجية وخصوص من قطاعات تصنيع كذلك يمكن القول على أن في عديد من المجالات أن المغرب ليس فقط أنه حافظ على إنتاجيته ولكن كان هناك تطور على مستوى الصناعات المحلية ينبغي القول على أنه بالمقارنة مثلا للحديث فقط على الشركات المتعددة الجنسيات على أنه تم إغلاق محطة إنتاج عن مستوى أوروبا الشرقية وعلى مستوى إسبانيا ولكن في المغرب تم الحفاظ على العملية الإنتاجية بشكل موازي لمواجهة الجائحة بمعنى أن هناك قاعدة أساسية مهمة جدا وهي أن تتمثل في كون أن المؤشرات المتواجدة الآن وكما جاءت في خطاب الملكي هو أننا سنتمكن من تحقيق نمو يقدر بخمسة فصيلة خمسة كذلك عائدة المهاجرين المغاربة هي مهمة جدا كذلك رغم أن السياق العام عرفة تضخم قوي بالنسبة للإقتصادات العديد من الدول ومن أحد الدول المتقدمة المغرب سجلنا فقط 1% لذلك أقول على أن المغرب بإمكانه أن يحقق قفزة اقتصادية من خلال المشاريع الكبرى والأولاش الكبرى المطروحة على الطاولة من خلال جلب الاستثمارات والتي كانت مهمة جدا كذلك بالنسبة للمغرب لذلك أقول على أن الملفة المطروحة الآن وهي تشكل أولويات بالنسبة لهذه الحكومة هي الإقلاع الاقتصادي ولذلك تجب الإشارة إلى أن سبع وزارات تتمتع إلى أن الخلفية لسبع وزارات هي خلفية اقتصادية كذلك تجب الإشارة إلى أن هذه الحكومة معنية بتحقيق الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وأنتم تعرفون أن المغرب تمكن أن الدولة المغربية خلال الجائحة تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة على المستوى الاجتماعي وأنه رغم التصريح الذي نتج عن إغلاق بعض الشركات إلا أن الدولة تمكنت من ضمان أمن صحي مهم جدا وهذا جاء في الخطاب الملكي كأولوية أمن غدائي أننا تمكننا من تفير أن الدولة تمكنت من تفير الغداء للمغربة في بداية الجائحة ثم كذلك الأمن الطقي أن المغرب حفظ على موارده الطقية خلال هذه المرحلة لذلك أقول على أن الأهداف هي أهداف واقعية وعلى أن البرنامج الحكومي هو برنامج طموح جدا كيف يتقاطع أستاذ الحسن مع البرنامج التنموي الجديد المطروح كذلك البرنامج التنموي الجديد أعتقد بأن البرنامج الحكومي سيترجم وسيقوم بتنزيل النموذج التنموي ولذلك نجد أن على مستوى التشكيل الحكومية هناك ثلاثة وزراء يشكلونهم أعضاء في اللجنة التي اشتغلت على بلورة النموذج التنموي وخصوصا وزير التربية الوطنية والتعليم والتعليم العالي كذلك يمكن القول على أن أهم النقاط التي جاء أهم النقاط التي ستشتغل عليها الحكومة هي جانب الصحي وهو القطاع الصحي وهو القطاع التعليم لذلك كانت الصرحة واضحة وكان الخطب الملكي كذلك جعل من هذين القطاعين أولوية بالنسبة للحكومة الحالية يعني هناك مسألة الصحة والتعليم بالإضافة إلى ملف التشغيل مع وعود بتأمين عدد من المناصب خلال الفترات المقبلة كيف يمكن القول أيضا أستاذ الحسن أنه تم الاستفادة ربما من دروس جائحة كورونا بالتركيز على التنمية وإصلاح هذه المنظومات باختصار لو سمحت بطبيعة الحالة كما تتبعتم أن في بداية الجائحة تمكنت الدولة في المجال الصحي من توفير أولا الوسائل الوقائية من جائحة كوفيد ديزناف وتحدث عن الكمامات وتحدث عن الأجهزة الطبية للكشف المبكر لكوفيد تسعة عشر وكذلك تمكنت بعض الشركات المغربية على مستوى النسيج من التحول إلى إنتاج الكمامات كذلك تمكنت الدولة المغربية من خلال العلاقات التي تربطها بدول صناعية من الحصول من دول أولى التي تمكنت من الحصول على اللقاحات من الدول الأولى التي حققت إنجاز على المستوى تغطية الصحية من حيث اللقاحات كذلك تمكنت الدولة من تعويض من تعويض كل العمل أقرتي تعذرني على المقاطعة شكرا جزيلا لك الأكاديمي والبحث السياسي من أغباط شكرا جزيلا